دكتور شريفي الجيش العراقي لن يسمح بأي تسلل إرهابي داخل أراضيه واليوم وصل وزير الدفاع العراقي إلى منطقة نينوى لتفقد الشريط الحدودي بين سوريا والعراق ولكن سؤالي لك اليوم كخبير استراتيجي هل التعزيزات والتحصينات البرية على الحدود هي كافية وكفيلة بعدم تسلل أي إرهابيين إلى داخل العراق بريا الانتشار والانفتاح يرتقي لمستوى الاطمئنان أنه ستكون الحدود مسيطرة عليها وحتى إذا حصلت ثرات بسيطة فإمكانية المتاحة في الرصد والاستبكان والإسكات ترتقي إلى مستوى الاطمئنان برا أما على المستوى الجوي فلا يستبعد أن تكون هناك عمليات عابرة ولكن هل هذه العمليات العابرة هي للفصائل التي تقاتل الآن في سوريا في تقدير هذه الفصائل ستبقي نشاطها حصرا في سوريا تأسيسا على مسألة العزل الجغرافي والسيطرة على خطوط النقل استراتيجية سواء كان الانفور أو الانفايف ولكن كاحتمال حتى وإن كان بلسب ضئيلة هو جرى نشر هذه القوات أن المعايير التي يجب أن نقرأها بين مسرح الأحداث في سوريا وفي العراق ستقتل في اختلاف كليا عن المرحلة التي ظهر فيها داعش واحدة منها صلابة الجبهة الداخلية العراقية وجود التحالف الدولي وجود الولايات المتحدة التي تراقب بدقة المجال الحيوي للحليف استراتيجي وعني به العراق ثم احتمالية أن تتمدد الضربات لاستهداف الفصائل بوصفها ليست خطوط دعم لوجستي بل هي مركز دعم لوجستي إلى إيران وتوهين أو ضرب الفصائل في العراق سيؤدي إلى نهاية محور الممانعة والمقاومة وهذه كلها التوقعات باتت تدلل على أن تراتبية الأحداث تسير بهذا الاتجاه لا سيما بعد إعلان اليوم من إسرائيل أنها تلقت ضربة من الجهة الشرقية وهي إشارة ضمن إلى أنها قد تكون تلقت ضربة من الفصائل العراقية ما يمنحها مبررا لإطلاق عملياتها باتجاه العراق لاستهداف الفصائل حصرا أما أبعد من ذلك فهي مقيدة بقرار أمريكي وسيطرة أمريكية واضحة في الميدان العراقي ولل تكون هناك حالة اضطراب حتى نرسل رسالة طبعنا إلى الشارع العراقي حتى من يتحدث عن احتمالية استثمار موارد محلية هذا أمر مستبعد جدا هنا أود أن أسألك سؤالا مهما كنت تتحدث عن أهمية توحيد الجبهة الداخلية العراقية وعدم استغلال أي مكون من الداخل العراقي ما الذي يتوجب الآن على العراق فعله لتعزيز الجبهة الداخلية العراقية ومنع وجود أي اختلافات لأن العراق اليوم في أمس الحاجة إلى أن يكون وحدة واحدة ويكون تحت مظلة واحدة سواء كان ذلك من قبل الفصائل المسلحة وقوات الحشد الشعبي والجيش العراقي كيف يمكن لهذه الفصائل جميعها أن تتحد الآن في وجه أي عدو خارجي أنا أكاد أجزم أن لن تتكرر التجربة ولن تكون هناك حاضنة لسكان محليين كما حصل في الفترة السابقة التجربة حصلت العراقيين جميعا بصرف النظر عن هوياتهم الفرعية إلى أن القضية لا تعد كونها صراعا طائفيا أو دينيا بل هي قضية صراعات إقليمية ودولية ألقت بظلالها على العراق وقساوة التجربة كانت كفيلة بأن تعطي ضمانه إلى أن وحدة الموقف الوطني متحقق وحتى إذا حصل وكان هناك اضطراب سياسي سيقرأ اجتماعيا عبر الحصانة التي تمتع بها المجتمع العراقي أنه لن تكون الاضطرابات السياسية لحصول صراعا طائفيا أو أرقيا أو أثنيا في العراق وإن حصل فيكون بأبعاد محدودة ولن يجنح أي طرف إلى استخدام العنف لذلك حصانة الجبهة الداخلية متحققة تبقى انتقال العمليات فقط بقدر تعلق الأمر بالفصائل وهي تمثل رغبة الولايات المتحدة لتحييد الفصائل تمهيدا لقدوم ترامب لأنه إذا جاء ترامب فمعنى ذلك أن العراق تحول إلى عقدة استراتيجية مهمة في مشروعه الواعد الاقتصادي والذي يجمع بين إيلون ماسك والرئيس ترامب بين الذكاء الاصطناعي وثورة النانو والذكاء الاصطناعي وبين الثورة الاقتصادية التي يرغب في أحداثها الرئيس ترامب وبين آليات الاحتواء إلى إيران في ضرب مراكز الدعم وخطوط الدعم خطوط الدعم في سوريا ومراكز الدعم في العراق فغياب الفصائل في العراق وفي سوريا سيمهد لانطلاق مشروع سيبدأ في غزة وفي المنطقة التي هي تمثل الأطلال البحرية العريش غزة وسيدوروت لتتشكل مدن صناعية هذه المدن الصناعية ستغير وجه الشرق الأوسط ستقف بوجه أو إيجاد عجلة ضامنة لتحقيق توازن على مستوى الطموح الصيني في منطقة الشرق الأوسط أنه ستتحرك الأيدي العاملة سيتحرك القطاع الخاص شرق أوسطيا في تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي بل يدخل لإيجاد عجلة إنتاج وصلاعة ترتبط بها الأيدي العاملة والقدرات والموارد الأولية والموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط مع النظم الاقتصادية الأوروبية تجتمع فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جميعا في معسكر اقتصادي جديد سينمط الشرق الأوسط وفق معادلة جديدة تغيب فيها الايدولوجيات يحضر فيها مبدأ السوق الحر التكامل العابر للحدود اقتصاديا ثقافيا على مستوى تبادل الطاقة وما إلى ذلك هذه كلها ستكون حاضرة لذلك نحن على اعتاب شرق أوسط جديد ما يجري من عمليات في هذه المرحلة هو ترويض لكثير من الفعاليات لصالح هذا المشروع بإيجاز هناك لظام دولي جديد يؤسس للظام إقليمي جديد شرق أوسطي يتماهى بشكل كبير جدا مع الأسس والمبادئ التي يتبنىها نظام الدولي الجديد منها النظمة الليبرالية يعني سيطاح بالنظمة المركزية والنظمة الشمولية لإيجاد فدراليات أو أوتوك أكولبي هذا اللي بالحقيقة هي تجمع بين الحكم الذاتي وبين الفدرالية اللي تعطي استقلالية عالية جدا للسكان المحليين ما يرفع منسوب النقمة للسكان المحليين في مسألة عدم تحقق العدالة الاجتماعية أو تحقق نوعا من الخصوصية للهويات الفرعية ولكنها تحت مضلة دولة واحدة ولكنها دولة فدرالية وليست دولة مركزية أو شمولية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة